تعليمه عليه السلام الأسماء واختبار الملائكة قال تعالى وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَا أُولَئِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ أيضاً هذه من المناقب التي لآدم عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى علم آدم عليه الصلاة والسلام أسماء كل شيء موجود واللغات يقول الشيخ بن عثمين رحمه الله تعالى مبدأ اللغات والأسماء توقيفي هذا المبدأ لكن التجريبي هو الذي يحدث ويأتي يعني مثلاً أشياء تحدث عندنا في هذه الأيام مثلاً يحدث لها اسم وفي الغالب أن يكون هذا الاسم مقارب لها مثل مثلاً ما عندنا اليوم موجود الهاتف نعم وعلم آدم الأسماء كلها أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين للملائكة عليهم السلام مزية آدم أن له مزية عليه الصلاة والسلام بأن علمه الأسماء أسماء كل شيء موجود حتى يعرف هذه الأشياء نعم قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ينبغي للإنسان إذا سؤل عن شيء وهو لا يعرف هذا الشيء يقول الله أعلم فقالت الملائكة عليهم السلام وَكَلُوا الْعِلْمُ الْعَالِمِهِ إنك أنت العليم بالظواهر والبواطن تعلم الماضي والحاضر والمستقبل الحكيم من الحكم ومن الحكمة فالله سبحانه وتعالى له الحكم الشرعي والحكم القدري وله الحكم البالغة في الشريعة وفي القدر نعم ونثبت هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون الله سبحانه وتعالى هو عالم الغيب والشهادة وعلم الله سبحانه وتعالى لا يمكن لأحد أن يعلم ما استأثر الله سبحانه وتعالى به في علم الغيب عنده نعم